موسيقى إذا ما نعضي عليه سيس ساعات أعيد الحياة عبا لي فلا ستوينتين عزب الله وعزب الله في كف الله عليك أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مشاهدي العراقية الفضائية وحلقة جديدة ومميزة من برنامج واحد المبدعين رمضان كريم يعود عليكم بالخير والمحبة والسلامة والصحة والعافية اليوم ضيوفي غير شيء ما يشبه شيء مبدع في مجال الطب ومبدع في مجال الفن أرحب بصديقي وزميلي الفنان تيسير أحمد رمضان كريم عليكم رمضان كريم عليكم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله ومشتاقلك وعلاوي تسلم لي يا حبيبي شو تحب تقول لجمهورنا العزيز يا ربي كل عام أنتم بخير إن شاء الله هذا الشهر يكون خير ومحبة وسلام عليكم يا ربي وأتمنى لكم الصحة والعافية وأحنا نتمنى لك الصحة والعافية وبدأ متواصل يا حبيبي يا تيسير أحمد بوجوده أعزائي المشاهدين أرحب بالدكتور المبدع الأستاذ علاء العلائي أهلا وسهلا بك رمضان كريم مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك شو تحب تقول لجمهورنا الغالي مرحبا رمضان كريم عليك إن شاء الله إن شاء الله مرحبا متواصلين إياكم مع أجزاء المشاهدين وهذه الحلقة المميزة بوجود ضيفين مبدعين أراحب مرة ثانية بك أخوية تيسير بيبي شلون كان رمضان إياك الحمد لله الحمد لله خير وبركة خير وبركة إن شاء الله إن شاء الله خير وبركة أستاذ تيسير دائما أشوفك في أعمال تلعب الكاركتر نعم أنت من محبين اللي لعبون كاركترات أو أنت مهتم بهذا الموضوع لو دائما تكون مع الممثل صاحب الكاركتر الواحد لا هو أنا أضوجه من التكرار حقيقة التكرار هو هذا رتابة أو ملل يعني هاي مواصفات الممثل الناجح الله يخليك وموضوع الكاركتر هو بحد ذاته إحنا أغلب التسايد العارفين يعني أغلب كاركتراتنا ما نأخذها من الواقع من الشارع شارع الواقع ضغية محاكات وتقليل محاكات بالضبط أي فعني كل شي من هذا الصوب يعني جماعة الكاركتر أفضل إنه بكل مسلسل أطلعب كاركتر شكري تفضل تكون الكاركتر أي جزء تأخذ كاركتر من عندي جزء تشوف كاركتر الدكتور ممثلتك بالمسرحية تذكر وشتغن أسرح أنا شرفت أستاذي وحبيبي وأخويت شبير يعني أتشرف فيك أكيد نلتقل أعزائي مشاهدين إلى ضيفنا الآخر الدكتور علاء أهلا وسهلا بك مرة ثانية دكتور رأيك بالفن العراقي والممثلين العراقيين أنا بصراحة لا أستطيع يعني ما أقدر أفيدك بهذه الأطراق ليش دكتور قلة مشاهدتي للتلفاز يعني هناك ارتباطات طبية يعني في مجال عملك ليش دائماً الأطباء ما يشوفونه إحنا الفنانين شنو الأطباء أوجههم بتحية أكيد ما يشوفون يعني دائماً إحنا من الروح الراجعة دكتور مثلاً تعرفني أو شي اسمه يقول لا أنا ما شاهد تلفزيون ليش هذا هذا نعتبر غرور لا يعني وقت الدكتور يكون مخصص للعمليات والبحوث الطبية وعدم الإسفاث بهذه الأمور يعني تعتبر الأمور الفنية إسفاث؟ لا أذرأ إسفاث في أدم الاهتمام بالأمور الطبية وليس في الفنية أهى يعني أهم شيء الحمد لله ما تعتبرون الفن هو إسفاث أكيد الفن راقي الفن راقي تعرف الصاتي يصير أكيد؟ لا نشترف بك دكتور شكراً مرحبا بك المهم هو فنان شاب مبدع رتاب هو ممثل ممثل يلعب كاركترات كثيرة عفول منك والدكتور يعني ظاهر كثرة انشغالة ومخترب يعني فقلت متابعتها أكيد أسف لا يا حبيبي بالعكس أنا شرفني تكون ألتقي بحضرتك ونكون سوء اليوم يعني ضيافة أستاذ علي وحبيبي شرف بكم روح بكم ممكن ممكن أن نخلص البرنامج ونروح البيت أستاذ تأسير أنا عندي ارتباط طبي أحنا بالعراق يعني أنت صارك جيد طالع يعني ساعتين إلا ربا عبرا يا أستحاب دكتور إذا عندك مجال تكون ضيافة اليوم بالبيت نشرف بك أشكرك أنا ما عندي مجال أنا ما عندي مجال عندي أملية أنت حضرتك وإستاذ علي والكادر كل الشظفون تسلم تسلم كلك ذوق وكلك خير وبركة يا أستاذ تأسير عندك راستران مطأم عفوا عندك مطأم أنت لا لا دكتور بيتي بيتي أنت صارك جد طالع دكتور من فندق لا قصدي طالع من العراق أها 35 سنة 35 سنة أف والله يساعدك على الغربة الطويلة أف تفل علي لا لا عفوا غربة قصدي أعزاء المشاهدين فاصل وراجعي لكم لا عفوا دكتور سيد العارفين يعني مو مالي تقول لي تفل علي لا أكيد أنت أستاذنا وحبيبنا وإحنا نشرف بيك أنا أدماء قلت 35 سنة قال أف ألي أف أف يعني قصدي تعاطفتي حضرتك تعاطفتي حضرتك أولا كنت مفتري صار لك 30 سنة عفوا سنرجع للتصوير والجو دكتور ونستمر بحلقتنا أكيد أننا نشرف بيك دكتور ونشرف بيك أنت بوجود بينا مرحبا 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 رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين العراقية وحلقة خاصة من برنامج واحد المبدعين والمبدع الدكتور علاء العلائي دكتور في ظل ظروف أنت عايشة كم هائل من المبدعين في أوروبا شون قدرت تتميز من بين هؤلاء المبدعين هناك ثورة طبية في أوروبا يستطيع أي شخص يدخل الطب أدم تميز يعني يمشي حالي أنا أسف بشلون ما أعرف شون أوصل الحاجة نحن توصل إن شاء الله والكاميرا تأخذكم أنا أوجه تحية مدام سوزان أنا مشتاكل وكاميرا مال أهمة أي حبيب مدام سوزان أنا مشتاكل منهم مدام سوزان زوجتي نحن نشرف ووجه له تحية أكيد للمدام سوزان مدام سوزان هي قالت أنت أقرأ يعني أنا يعني يوم كله أقرأ 24 ساعة من اليوم أقرأ وبعدين صرت بروفسور طبي نشرف أكيد أنت ملتها في القراية ما تشوف الأعمال العراقية يمكن الأستاذ عندها غازعت يسوي أفق 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 عزام جاهدين يعني هو يقول لك لا حياة في الطيبة أو في العلم لا حياة في العلم عفوا الدكتور إحنا هس يدنا نسجل حارتك أنت يصير حيستك حب حيستك لا أنا أفق سواء حتى ما بيش ماحتاج ما حتاج عندك بمناسبة بطنة بطنة نكتب نكتب شنة سيارة أو تاير نو نو السوري حظرتك عراقي نعم أي يعني يعني ملحق على تعرفت من المصطلحات هذه ما وش قد يمشي تاب ها وش قد تاني يمشي ولحق عليه لا قد زي عندي آه يا روح زي حلو 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 لا أنا نتاسب العراق مصطلح لغوي انجليزي نحن نعرفه بالتاير أنا وشتري بايسكي يقولوا أخذ توبليز طيب ليش تحتي انجليزي حضرتك ممكن عراقي احتي عراقي أهلك وديرتك عفل انجليزي يحتي نحن نفتخر بيك أنا أنا حتي عراقي يا تحتي عراقي شنو توبليزيز لا 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 توبليزيز مصطلح لغوي من ينزلو في التايرا و urbanشر ميكانيك ميكانيك عفوا منك دكتور ده احس يعني إذا تسمح لي حضرتك ده احسك مفتعل مو طبيعي ليش؟ فتفعل شنو؟ مفتعل مفتعل يعني ده احسك مو هاي شخصتك الحقيقية مينش مون ده احسك يعني؟ سوري وشي بول؟ يعني يعني ما تكلف؟ اي يعني ما ما اخذ راحته تكلف؟ ما اخذت بين اهلك وناشق يخذ راحتك يحجي طبيعي ليش؟ يعني اخذ راحتي شسر ومثلا أنزق ملابسي؟ لا 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 يعني انا في عراقية اكيد انا مش شرق ونالاقية شرق خالي ما قلت لك صلى خاني انا قصدي شنو حبيبس دكتور اكل ريلكس ده احسك اكثر مش شنج يعني بالكلام معتك شنو غازاتك؟ انا انا مش شنج انا خالص انا اسف انا اسف انا اسف حبت اكيدك يا خالص هذا مثل هذه نرجع للجو ونحكيه شنو حالة دكتور؟ يعني خبل تحكيها شنو حالة مثل حالي؟ شنو حالة؟ يا حالة انت تحكيها يا سكيها نوني حالة يعني؟ لا لا انتفاخ ليس انتفاخ لا لا انا باكل هواي احب الاكل تاكل؟ اي اكل اكل طيب اي احب اي تشريب تشريب بش انتو الاجانبينكو ما تحبون لك تتاكل تتاكل ها؟ بقضي ايش من قضي بقضي ايش احتي عادل مثل عندك شدي اشترا فيك دكتور يلا انا نرجع للجو احنا المفروض احنا احنا عفوا الدكتور قول اللي عندك لحضرتك لا انا توجه لك يعني روح لاناك اه 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 استاذ تيصير ممكن شوي رح يقلع اها اوكي اطفقتو لا ما بلعكسو خضراحتك بس انت از الطبق لي يعنى ما لك علاقة بيها اصولي في الموضوع اللي يخصك دكتور اشترا فيك انت اسذا تجيته لا يا حبيبي لا لا وما شايفك مش تاقلك كلها فدوا الروحك فدوا الروحك رجعنا وياكم عزيزا مشاهدي العراقية وبرنامج واحد المبدعين مع المبدع الدكتور علاء العلائي دكتور نيل عزيز انت قلت اني اخرى وعشرين ساعة اروحاني اروحاني الفنان هما عندهم بلندن الفنان عندهم واجهة بلد اهم من الدكتور ما خلصتها اذا كان قطعش به اذا مسؤال واحد سألتني سألتني على العمل او اوكي 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 نرجع الانساء تيسير اوكي حبيبي اوكي اوكي يلا حبيبي تيسير حتى المشاهدي تتميصر حضرتكم تحتون اكثر بالنشان هو بريستيزين متشنج متشنج حتى تتوازن تتوازن الحلقة تكون جديدة يلا نرجع نرجع نعرف تيسير قلبي انا مادر يوترني لا بس قلبي تتوازن الحلقة اوكي صردو 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 رجعنا معك بعزابي شادي وبرنامج واحد المبدعين مع المبدع الفنان تيسير احمد تيسير اه اشوفك متوتر من الموضوع اشوفك توترت من الدكتور لا بالعاكس لا ليش اتوتر بالعاكس شخصية اجنا بيها ما شاء الله ونشرف بيها عندهم جنسية عراقية اوه جنسية عراقية نشرف بيه طبعا يعني مثل بلدنا برا وما شاء الله احنا الاطباء عندنا خير وبركة انا احمد جواز اثنين يعني عليك اعراقي ونيبالي نيبالي نيبالي نشرف بيك اي استدري اوكي اوه سألني عفو اوه سألني اوه سألني هيتشي اوكي ادعلك بيان اذا تتحاضر احامول عفو سألني رجعنا وياكم اعزائي مشهاد العراقية وبرنامج واحد المبدعين مع المبدع الفنان تيسير احمد تيسير احمد ياهو الاقرب اليك المسرح ام التلفزيون المسرح احنا دراستي مسرح وحب المسرح بس اني يعني من كثر يعني اعمالي بالتلفزيون عشقت الزوايد الكاميرا والتلفزيون فاني اشوف التلفزيون اقرب يعني وهو ايضا انتشاره اكثر احنا اه اه وصلت لنا معلومة بانه تيسير اه يحب الشهرة اكثر من ما يحب يعني مثلا المسرح او ال لا اعفو منك والمسرح ايضا 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 والشهرة بالتلفزيون كل اسرح بس هي مو هاي الغاية يعني مو هاي الغاية اعمل افكر بشي طريقة ما اعتقد راح اتطور بالعكس الانتشار هذا كله من رب العالمين فضل رب العالمين الانتشار ومحبة الناس تيسير احمد قريب للكوميديا او لتراجيديا انا اشوف كوميديا اقرب للمتلقي اقرب اقرب للمتلقي نسأل الدكتور الكوميديا اسرع انتشار ام لتراجيديا اذا شفته او اولادك او يعني يعني انا انا ما اطلع اشوف والدي يضحكون عليهم اذن يعني مو هو دكتور تقبل واحد يضحك علي منه انتك تقبل موقف فرق بين اضحكك هو انت يضحك اضحكك وتضحك علي فرق شميل انا ما متكلم عنك انا اقول كوميديا اكوميديا انت يضحك عليهم انت اولادك حشيك يمكسر لا اعرف ان تتوصل حشيك يمكسر كلامك اشبه بالاوربي يعني صغير هجين بين الاوروبية بين العربية العراقية يعني انت قصدك من تضحك علي جهالك يضحكون الفا هواية 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 يضحكون هواية يضحكون ابداعك في مجال الطب او تمييزك انت لان هوا طباء كثيرين قلنا احنا انا 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 حالة طبية نادرة اي متوفي متوفط بصورة طبيعية مو ضربة سكين لو ضربت شنخر يعني انا ضربت شنخر هاي سكين اوجه كسه سكين اوجه خنجر 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 واضح واضح اذا صورة طبيعية ان يكون تشلطة سكتة انا سي ساعة اذا متوفي ارجع اترجع لانه مثلا يعني غيبوا بيصر عند فقدان الوعي نو 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 متوفي يعني العافو دكتور متوفي متوفي يعني خلص يعني توفوا مات يعني شرطكم تقولون انتم اجراءات شهات وفاة شهات وفاة احنا انا رجع ست ساعات شرط على ذلك خليك انت احنا مفروض حلقا قيم حوار بالضبط مفروض قيم حوار حلو نو 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 شنو مشكلة يعني شون انت عايشة دكتور عفو منك يعني يقولي ميت شهات وفاة انت حضرتك يعني دكتور وقمة من الروبي انا اتكلم كلام اكبر من مستواكم اذرا بامارة شنو اكبر من مستوانا كونك شنو اكبر من مستوانا انا كلامي طبي يعني اذا كلامك تطبي اكبر من مستوانا هس اجيبلك ممرض من عراق يحسن منك ممرض مو دكتور اكيد يحسن عراقي لا علمي يحسن منك ويقنعنا ويقنعنا يعني واذا بريطانيا تخصصها علمي لو ادبي ها؟ علمي لو ادبي لا علمي انا تخصص بروفسور اي يعني بروفسور انت حسن من عدة واذا بروفسور تقولي ميت يرجع دكتور تقول ميت يرجع ميت شون يرجع عصبي عصبي هذا لا تقول هذا احنا بالعلاقة عيب نقول هذا عرفتني او لم يستوى تقول هذا مع اسمه اكيد 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 انا دكتور محترم بيفي اكيد هذه واحدة التكونة انا اجمح شي وياك اقول لا تقول هذا شاقول ما اعرف اسمه تيسير احمد صار ساعة اقول تيسير احمد انا ما اعرفك بس لا اقولك حضرتك يعني ممكن انا ما اعرفتك انا قدامك شا تقولون انا قدامك شا تقولون انا قدامك لا ارجوك انا ضيوف انا ارجوك ارجع لا يدخل بالشغل مع احترامي انا اكمل وفي عملية جديدة خلي نرجع للجول الله يخليك كلام مقنع لان احنا اسوي اللقاء وكمل لا 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 عشر دقائق المخرج يريد بس بعد عشر دقائق ويقص بالمونتاج حبيبي انت تتوتر ما متوتر انا شو سوي خلص البرنامج والروح يالله احنا من جايين هنا انا دكتور اشوفك تباوى على الساعة وتباوى على التليفون اذا هيتش وقتك ثمين ليه شجير انا عندي عملية اجراحة روح لأهلك روح الى عملية تكتب عملية مستشفى مو بالبيت اي روح البيت خلص حملنا مني احنا جايين بقلعات مهمة حملنا مني اشلو يعني لا تسوي النفابة اللي يقول لك تيسير يعني هو انفدنا عنها معدة التزامات وعني خابرة وجايبة مثل ما انتجيت استاذ واتفقدته انا 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 مو مدير آسمة سوي فضل له كفاح انا مو هذا اخصص زيان يدل الفضل والكفاح زيان يعني هم بيك ريحة عراقية هم نعم يا الله بيك ريحة عراقية مخلي دنهول شين دنهول ريحة حبيبي دكتور تتوب يلا يساعي سوزان عليك يلا يلا مدام سوزانة تعرفها مدام سوزانة شو ما عرفه اكيد مرت البروفيسور غير شو ما عرفه مدام سوزانة تيسير احمد حبيبي تيسير تيسير حبيبي نرجع للجو نرجع للجو أعزائي مشاهدي رجعنا وياكم وهذه الحلقة المميزة من برنامج واحد المبدعين مع المبدع علاء العلائي الدكتور حتشيتنا عن تجربة المتوفي ترجعه بست ساعات عندك اختصال ثاني او بداحك يا يا الطيب ما يتوقف اتحد مؤين أنا عندي زرع الساق هاي اي واحد يزرع الساق نو اشوف انت أبالك سهل يعني زرع اكو زرع مو لا يعني مثلا واحد مبدور اروح اخذ في ساق ما الواحد ميت صار له سنتين ونص ميت مدفون من اين تجي من الاردن تجي من الاردن سيارات مكسوسة تستحدى اش دشبول دبلات بس شنو من الاصلية كلها سيارات مكسوسة شنو يعني اكو ادوات احتياطية من سيارات من اجهزة اه بطغيار لا انا اجيب بطبعتلي سيقا انت بس لا دكتور منذور جو احنا دكتور انت خاف التاجر بلعبة او ابو داروب شت قوص يستوي اكو 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 متهمين انا ابو مازن ابو مازن ابو مازن يا حمد والله شو هاي طالب ما مرتاح دكتور شربنا بيك و سدها بقرقلة بقرقلة لا 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 بجا قعد عادل و قلت على وقت عادل يا دكتار عيني طبعا انت زي بيناتنا مواقف احنا وليا يعني أستاذ علي صديقي يعني من جراسة بينكم بارك قراج صداقة سوري سوري السامت ايه كما بنيه يا نينوز نينوز اليوم سوزان شو على دارك بصل أنا راقية شنو؟ ناسي جورا بق بط المريض معقولة لو تشاقة أنا را حاجيك أصمت قبل خلفك يعني المريض يترجع ريحها سكيف الشاقة ويايا هاي الشاقة ناسي ناسي جورا بط المريض هذا شنو دكتور؟ معروف قوي دكتور كجواني قولون نص معروف شنو هاي الشاقة هاي الشاقة هاي الشاقة دكتور صامت في دولة أروح لك حتى نرجع للجو لا دكتور لا مو صامت تليفون سايلنت آه يا 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 دكتور صامت أنا أشكرك على اللقاء لأنه صلوم أضاحك بالقرار نرجع 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 رجعنا وياكم عزيزي رشادي ببرنامج خاص من واحد المبدعين نرجع ويا أخونا تيسير المبدع تيسير درجة قناعتك بكلام الدكتور أحمد له تيسير المبدع تيسير أحمد المبدع تيسير أحمد وخل النحشة تلظر تساعة قاطعنا دكتور ما يصير نا ما علموكي بلندن ما يصير واحد يحشي أليموني أفتح باطن بالمقاس أي لأ مو مقاس يعني أجواري أجواري مدمج والله وقف وقف مستوى الجلسة ميري ما يخليني لا تقول ميري يا دكتور حشيك الموقع بقي ميري أشوف بيها دكتور أولا أنا جايبك حتى أفضحك لأن أنت نصاب وأنا استغلت وجود تيسير أحمد لأنه نجم فيشوفون الحلقة في مشاهدي الكرام أنت تيسير واحد نصاب صال لعشر تيام أنت سخيف أقعد وحسا خلي الأمن يموتكم من كتب أقعد 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 تعالي سباب أقعد أقعد شو مو أخر يروض يا فتحل خلي فتحق أقعد أقعد يا فتحق هستألف واحد مشتك عليه صار عشر خمسطعش واحد بجي نشتكل علي بن عراقية وأنا جايبها فتحق عن حم Billie أقعد اشتركوا في القناة شو تحب تقول لك جمهورة من خلال جمهورة على عينها ورأيك بالبرنامج فضائي وبرنامج طحت بها ورأيك بالبرنامج والله صراحة يسعدني ويشرفني اليوم ويوجد وياكم قناة العراقية قناةنا حبيبة وكل عام أنتم بكير رمضان كريم بس هاي دقاته بعد أصدقائي هاي دقاته حلقة مميزة بوجود أكيد مبدع ومميز فنان عراقي تحياتنا كل فنانين وكل أطباء العراقيين انتظرونا وحلقة جديدة من برنامج طحت بها العراقية الفضائية اشتركوا في القناة شامتك تنكيش مشي ومالك دول ما دقاته 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 ماذا كنت أخوي علي على شنو دكتور راحي مشتغلين سوي يعني جيب الكاب جيب الكاب جيب الكاب